تحياتي لكم إذا كنتوا تعانون من التشنجات والخشونة وألام الظهر والمفاصل وخصوصا الأكتاف يجب علينا عمل هذا الروتين الصباحي تخفيف ألام تشنجات ألام عرق النساء ألام الأكتاف المزمنة ألام خشونة المفاصل الأرثريتس يعملوها شوي شوي بحذر كل حركة بنكررها من خمس لعشر مرات هذه الحركات تعمل بدون الشعور في ألام مع الحركة ألام بسيطة المفروض تريحنا تنشط الجهاز التنفسي تلين شويها العضلات كل العضلات المحيطة في العمود الفقري والأكتاف حينعملها تقوية واستطالة عن طريق هذه الحركات البسيطة اللي المفروض تكون روتينية لإلكم إنه تقوم تضمنوا إنه العمود الفقري في كامل استقامته بالشكل الصحيح وهنا بتبلش عملية العلاج هذه التمارين آمنة إذا عملتوها شوي شوي وبحذر مع التمارين التنفسية خلال عمل هاي الحركات والأفضل طبعا إذا بتقدروا تسووها في الفترة الصباحية الباكرة فترة الصباحية الباكرة عشر دقائق ربع ساعة شوي شوي على ماهلكم اللي بتقدروا عليه مع الأيام بتصيروا يوميا تسووها وتحسوا إنه صارت الحركة أفضل الألام حتنسحب سواء عرق النساء وألام العصب الوركي حتخفي بشكل كبير ألام الأكتاف والتشنجات اللي حوالين مفصل الكتف اللي هي بتوصل بتوصل لتشنجات للرقبة وألام وخصوصا مع وضعية الاكعاد ووضعية الوقوف الطويل أو لما من الروح النام في هاي الحالة انتو بحاجة لحركات بسيطة بيتي زي هيك إنكم تكرروها هادي حركات للكبير وللصغير يعني سبعين سنة تمانين سنة ممكن بتسووها هشاشة بدكم تسووها بس شوية شوية وتديروا بالكم بس فيش في إلها مضاعفات لأنكم إنتو مسيطرو مسيطرين على الوضع آآ كديش نكررها يا دكتور والله انتو همتكم يعني لو مرة مرتين في اليوم بيكون كويس بس أفضل شي الفترة الصباحية زي ما حكينا آآ كديش نظلنا نعملها خليها روتين كامل يومي عشر دقائق من اليوم وطالع بنقدر نسوي هاي الحركات البسيطة